انا بدعو جميع قرى مصر عمداء القرى دي وادعو الى كبار العائلات في ريف مصر وصعدة انهم يعني يسمعوا الكلام اللي هقوله لمبادرة اكثر من رائعة عملتها قرية ابسوك والقرية دي تابعة لمركز الفشل جنوب محافظة بنسويف وجهاء القرية قعدوا ودردشوا مع بعض قالوا احنا دلوقتي عندنا ادهب سعر وارتفع الى جهزة كهربائية الشاب النهاردة علشان يتجوز تمحتاج مبالغ طائلة جدا ما اقدرش عليها ويزيد من عب الزواج ايه ان احنا في ثقافتنا المصرية غوين فشخرة يعني احنا عايزين بنتنا تدخل بتلت غسلات غسل فول اوتوماتيك وهف اوتوماتيك وغسل الطفل وعايزين غسلت اطباق كمان ليه الفشخرة دي اساسا انتو مش هتوسخوا طبقين على بعض يعني طيب المبادرة زي ما شايفين حضراتكم في الصور وجهاء القرية واهالي القرية وعميد كل عائلة قاعدوا اتفعوا على ايه اتفعوا على بنود مبادرة ووقعوا عليه وقالوا اللي هيخالف هيدفع غرامة يعني لو في شاب راح يتقدم لأهل عروسة أهل العروسة طلبت منه حاجات طلبوا منه حاجات اكتر من اللي موجودة في المبادرة دي لا يجي يشتك ويغرموا أهالي او أهل العروسة طب المبادرة قالت ايه قالت الدهب يبقى من الشبكة تبقى من 20 جرام لخمسين جرام محددش بقى الجرام ممكن نجيبه 14 ممكن نجيبه 18 مش شرط اطلع لـ 21 من الى حد اقصى 50 50 جرام وقالوا لو في شباب اتفقوا على دهب شبكة قبل الاتفاق ده ينزلوا للنص يعني لو في شاب بتقدم لأهل عروسة وقالوا له عايزين نجيب 80 جرام ده لا هم 40 أخرك هل كده بس؟ لا قالك كمان في اتفاق آخر يتعلق بجهاز العروسة الجهزة القربية هي عايزة ايه؟ عنجيب لأه تلاجة غسالة غسالة واحدة بوتجاز مكوى شاشة تلفزيون مش شاشة في الصالة وشاشة في القوضة وشاشة في المطبخ ليه يعني؟ وخلاط وطأم واحد من كل صنف طبعا احنا اهلنا في الريف وفي الصعيد يعني كمان عملوا حاجة حلوة قوي قالك الشوار بتاع العروسة مش هنحطه على عربيات تجوب القرية لا مفيش كمان الفتحة قراءة الفتحة تبقى قاصرة على اهل العروسين ايه؟ أسرة العريس أسرة العروسة يقروا الفتحة شكرا لكن مفيش شادر يتعمل ما هو مين اللي هيعمل الشادر ما العريس؟ ادفع يا عم العريس طيب هل ده بس؟ لا الغاء كمان الفراشة وإلغاء الوجبات يعني كمان الاهال اتفقوا في ايه بقى كمان قالك إلغاء النيش وغرف الأطفال طب هو أنا ليه؟ ملزم كعريس أجيب قضة أطفال وانا لسه بخلفتش ما يمكن أخلف بعد سلاتين تلاتة يعني ما بقى جيبها كمان سلاتين تلاتة هو أنا لازم أجيب النهاردة غرفة الأطفال إلغاء العشاء الكبير عشاء بقى الليلة معناها ايه المبادرة دي؟ إن إحنا على قد الحفنة شاب جاي لك ابن حلال بادئ لسه حياته بمعجب ببنتك وبنتك معجبة بيه وبيتم تنفيذ شرع الله تم خلاص إنزل يا ابن عتلنا دبلتين وشاب وغوشة خفيفة عشرين جرام كله وحتأهلك ونقرأ فتحة ونتفق على تلاتة أربع أجهزة كهربائية وقط النوم الرئيسي وطرابيزة وأربع كراسي تاكلوا عليها وكنبة تستقبلوا عليها الضيوف والله بعد كده ربنا كرمك من واسع إن شاء الله تنقلها الأصر لكن لما أنا هاجي أطبق القواعد الحالية اللي هو شوار العروسة بيدخل في مليون جنيب المناسبة وهنا بتظهر قصة إيه بقى الغارمات الأمة تروح تمضي كمبيلات وتجر فاسد جشع يدفع حفايدة خمسين في المية في السنة وغيره 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 طبعا دي مشكلة كبيرة نحن نعاني من مشكلة اجتماعية معجبانا بالفكرة في إيه إن وجهاء القرى هم دول قضة الرأي في مثل القرى والنجوع دي يعودوا مع بعض ويتكلموا عشان كده أنا بدأت بقول إيه أتمنى المبادرة دي تنتشر في كل ربوع مصر أتمناها إنها تبقى موجودة لو بتسألني على مبادرة تواجه الغلاء يبقى هي دي يعني خلي بالك ده فيه درجة من درجات الإصلاح الاجتماعي إحنا عندنا تشوى واجتماعي مجتمع يميل للفشخرة رغم ضيق ذات اليد تلاقي مرتبه تلات أربع تلاف جنيه ومصرر يجيب الموبايل الآيفون أبو ستين ألف است يبدأ وإنت ألاقي تأكل لسه متجوزين يقولك أنا عايزة تلاجم مبابين ليه حضرتك وإنت أزاي بتعرف تطبخي يعني إنت إيه عاملة نافذة عرض سوبر ماركت مثلا ما الكلام ده أخوانا ما ينفعش ما ينفعش لازم نكون عمليين عمليين أنا بقولك بيطلب بش عارف 100 ميلاية ولا 800 ميلاية وهقولك إيه ولا إيه أنا شفت ده وعصرت ده وبنشوفه فيه فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك حرام حرام بجد إحنا كده حنخلي بناتنا تعنس وبتقفل باب الحلال قدام الشاب ما أنت كده هو جايلك بيخبط على باب بيتك بيخبط على باب بيتك وإنت عايز إيه تعايش شاب محترم يصوم بنتك ويقدر على تكلفة المعيشة مش تكلفة الفشخرة تخيل في الزمن ده وفي الصعوبات دي هتلاقي حجز قتلات فاخرة بعشرات بل مئات الألوف من الجنيهات طب خدوا يا أهل العرس والعروسة الفلوس دي ادوها لولادكم العرس والعروسة دول تبقى وديع عليهم في البنك